النادي الاهلي عنده ماضش مع الوداة المغربي. فطالب قال لهم يا جماعة لو سمحتوا فتحونا الملعب. خلوا الجمهور يحضر فقالوا لأ هم عشرين الف بس. ايوة لي يا فندم عشرين اهوة مزاجنا كده. حظابت عايز عشرين الف. طب ما تفتحوا خدوا منهم تذاكروا برضو تصب في مصلحة الوطن. وتصب في مصلحة الوزاة البتاعة ده وزارة المالية. قال لك لا احنا مش عايزين ندخل غير عشرين الف. ليه? مش هيقولوا ليه. بس احنا عارفين ان الدولة خايفة تسمح لجمهور انه يحضر يحضر معتش. هل تتخيل بقى ان الدولة دي عايزة تقنعك انها تسمح بحوار وطني حقيقي وانتخابات حقيقية? نظام مش خايف من جمهور. جمهور الكورة. ونفس النظام عايز يقنعك ان لأ هنعمل انتخابات حقيقية وفي حوار وطني بجد واحنا كويسين وبنسمع بعض. هتصدقوا? هو ده بتاع اسمع كلامك اصدقك? اشوف امورك? هتأكد انك نظام هفأ. مش اكتر من كده ولولا الحديد والنار مش هتعرف تقعد على رأس البلد دي ساعة واحدة.